هلو فرانز النهاردة هنكمل سلسلة حلقات التبس ان تريكس فور ملتيبليكيشن تايبل وهناخد النهاردة ملتيبليكيشن تايبل 7 and ملتيبليكيشن تايبل 8 سو لاتستورد ملتيبليكيشن تايبل 7 هنبتدي دلوقتي بجدوة الدرب 7 يلا بينا اول حاجة هنعملها هنرسم تايبل مكون من 3 rows and 3 columns 3 و 3 عوال هنبتدي من اول بقس في 3rd column من فوق خالص وهنبتدي نملة الجدول from 1 to 9 في اليونت في كل بقس لحد ما نوصل لآخر بقس في الفيرست column من تحت هنا يلا بينا نشوف ازي ومن انساش بعد ما نخلص نكتب 0 جنب الجدول من بره دلوقتي هنروح للتوب رو وهنكتب في خانة التنز 0 1 2 يلا بينا نشوف ازي أنا انتهيت لو تاخدوا بالك في الفيرست رو ب 2 في التنز بلايس هبتدي بيها number 2 هبتدي بي في الميدل رو في التنز بلايس وهو 2 3 4 يلا بينا نشوف ازي في الميدل رو انتهيت ب number 4 في التنز بلايس ومن انساش نكتب 7 جنب الزير اللي بره which is 7 times 10 equals 7 وبكده نكون حصلنا على multiplication table 7 which 7 times 1 equals 7 7 times 2 equals 14 7 times 3 equals 21 7 times 4 equals 28 7 times 5 equals 35 7 times 6 equals 42 7 times 7 equals 49 7 times 8 equals 56 7 times 9 equals 63 and 7 times 10 equals 70 so use this trick to memorize table 7 استخدموا الطريقة دي علشان تحفظوا جدول ضرب 7 بكل سهولة وبسرعة يلا بينا نروح على table 8 ودلوقتي هناخد tips and tricks for multiplication table 8 علشان يسهر عليكم حفظ جدول 8 يلا بينا نشوف ازيه اول حاجة هنعملها هنعمل table مكون من 2 rows and 5 columns 2 rows صفين and 5 columns وخمس عوامي دلوقتي هنبتدي في ال 1st row from right hand side من على ادن اليمين وهنبتدي نملة الجدول في ال even numbers 0 2 4 6 and 8 في ال unit place يلا بينا نشوف ازيه بعد كده هنروح لل bottom row from right hand side من على ادن اليمين بردو وهنبتدي نكتب ال even numbers 0 2 4 6 and 8 في ال unit place زي ما عملنا فوق بالضبط بعد كده هنروح لل top وهنبتدي في ال 10s place نكتب ال numbers from 0 to 4 0 1 2 3 4 يلا بينا نشوف ازيه بعد ما خلصنا top row هنروح لل bottom row وهنبتدي نملة 10s digit place من اول 4 زي ما انتهينا فوق لحد 8 4 5 6 7 and 8 and here you go multiplication 8 which is 8 times 1 equals 8 8 times 2 equals 16 8 times 3 equals 24 8 times 4 equals 32 8 times 5 equals 40 8 times 6 equals 48 8 times 7 equals 56 8 times 8 8 times 8 8 times 9 equals 72 and 8 times 10 equals 80 so use this method so use this method so use this method to memorize multiplication table 8 استخدموا الطريقة دي عشان تساعدكم على حفظ جدوى التمانية بسهولة وبسرعة واشوفكم in my next video في الحلقة الجاية for multiplication table 9 so see you in my next video bye bye